ارجعيكم مازلنا معاكم في اكس بريس ويكانت حتى للتسعة توصلنا الفقرة اه كيف العادة يجي بحثينا انيس برايانا مرحبا انيس اهلا وسهلا صباح خيرات. شو احوالك? الحمد لله. شو احوال امطار امطار الخير اه في الاسابيع الاخرانية حاجة حاجة به يعطينا نحكيه على مخزون السدود شوي اخر في اجري ويكان مش حكيه زادة لحصيلة الامطار وعودة على الارقام والاحصائيات بالنسبة لي اه الامطار وبالتباعة نحكيه على الامطار نحكيه على نسبة تعبئة السدود لكن اقبلها ذا في جريم بش نحكيه على عودة على التقرير الوطني حول المناخ والتنمية في بلادنا واقبلها بش نبدأه با اه موضوع البنك الدولي اللي ضعف تمويلاته المخصصة لمقاومة اثار تغير المناخ. يعني تكسح مواضيع هم اصدوز مربوطين بالبنك الدولي الواحد عام والثاني اه يهم تونس وحكينا عليه تقرير اما خطر مهم برشا خلينا نرجو نحكيه عليه اليوم البنك الدولي يضعف تمويلاته المخصصة المقاومة تغير المناخ هزايا المعلومة جيت في على هامش قمة المناخ في الدورة الثمانية المشرين اللي مزلت كيفيت في الا اه في الامارات اه هنا الكوب فانتويت. الكوب فانتويت. اه هم. البنك الدولي باش يخصص خمسة واربعين في المياه منتمويلاته السنوية المشاريع متعلقة بتغير المناخ. ينقوله السنوية خلنا عرفونا خلنذكره فيما معلوم برشا بيت ما تعرف هايش احنا في تولس مش لاني في سكال متاعنا السنة المالية. اه هم. مش ندي كيما الادارية تمشي من واحد جامبي حتى الواحد تلاتين ديسامب. لكن في لحية حاجة اخر. الفي لحية تمشي من واحد سبتمبر حتى ايش لي خرؤوت. اه هم. ولا في اه امريكا الولايات المتحدة الامريكية. وكذلك بالنسبة للبنك الدوليون عارفوا برشا مساهمة 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 الولايات المتحدة واحد جويلة الفين وارب عشرين حتى ايش لثلاثين جوان الفين وخمسة وعشرين. هو حتى في مصر هاي دورة عربية يحسبوه هكا السنة متاحهم المالية تمشي من واحد جويلة حتى ايش لثلاثين جوان. دونك لنا نذكروا البنك الدولي قرر بش يعني هي رفع في التمويلات متاعه اللي ماشي للمناخ. هذي اه خمسة واربعين في المياه. اه البنك الدولي بش تحط اربعين مليار دولار. رقم كبير برشا. بزيادة تسعة مليار دولار على ما تمت برمجته مقبل. خطر ما اعطاه ارقام مقبله كل عام يحينوها. هو كان البنك الدولي في الفين وواحدة وعشرين حتى هدف بش يخلط الخمسة وثلاثين في المياه من تمويلاته في الفين وخمسة وعشرين تكون مجابهة تغير المناخ. كنا عليه اه في قبل. وهالنسبة اه فاتها من عام الفين واثين وعشرين. خاطر خلط. مهم. الستة وثلاثين فاصل ثلاثة في المياه. نونك اه رقمهم. وهنا هاللي زونجاجمون هذو ما ولا زونجاجمون جديد هدايا تعهد جديد حاجة باها باش يعاون برشا دول على الصمود توجاه تغير مناخ. اه نعرف فهم برشا مشاريع باش تكون للمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي والكل من اجل حماية صحة الانسان وهنا نعرف اه برشا منها منظمات امامية ومن مولين كما للبنك الدولي وغيرو. والله وياخد من تحت شعار اه صحة واحدة تعرفوك البرنامج الكبير معناه الصحة واحدة اللي يهم اه معناه نتقاو في جانب الفلاحية والبيئية والصحية مع بعضهم في اه فيش كارة واحنا اه فيش كارة واحدة وهناه القرار اللي حكينا عليه اه كيما قلنا جاه في الكوب ثمانية وعشرين ونذكروا للكوب قبل ما تبدأ بنهار حكينا على تقرير المهم برشا كان خرجوا البنك الدولي ويهم بلادنا. ويهم اه تونس اللي هنا نحكيه على عودة على التقرير هذي الوطني حول المناخ والتنمية في اه تونس. اه تقرير هذي اه الرابور ناسيونال سوليك تليما اه اه الو ديفلوبمان ان تونيزي. هذي كان نصدر نهار تسعة وعشرين نوفمبر الفين ثلاثة وعشرين. كما قلنا خرجوا البنك الدولي اه من الصبت الكوب. وفي تونس نعرفوني عنا التأثيرات كبيرة للتغير مناخ. نعرفوني نقص المياه نجيرها في السواحل الفيضانات. وزادة ارتفاع مستوى البحر. اه السي سي دي اير الرابور هذي يقوله السي دي اير. حكيه على الاولويات للتأقل مع تغير مناخ. اه فيما يهم نقص المياه والفيضانات وارتفاع مستوى البحر. لون كذا كل مهم اه جانب التأقل مع الادابتاسيون. وزادة حكيه على التخفيف في علاقة بتقليص الكربون في المجال الطاقي. اه هنا سي سي دي اير حكيه على كلفة عدم التحرك. اذا كان قد نتفررش وبعضنا ما نعمل حد شي. شنوني بجي يصير? وفي نفس الوقت عطاها مجموعة من الانشطة اه ولا الاعمال المستعجلة واللي عندها اثار كبيرة على المداء القصير. هنا نذكروا هالاعمال هذي تم زوز اهداف كبار. عندي هما المجابهة بتاع نضرة المياه. والحاجة الثانية التحول الطاقي. معناك ايش تحول مهل لزينرجي فسيل. معناها ذوما. كباش مش نننننليو نستعمل اكثر الطاقات المتجدة. اسي سي دي اير اه قال اللي باش تكون تونس عندها المورونة. و عندها اه ازدارات ولا ايميسيون زيغو . سفر ازدارات كربون في الفين وخمسين. يزمها استثمارات شد عندك. نذكروا بالرقم المهم. يزمها اه استثمارات باربع وخمسين فاصل سفر اثنين وخمسين مليار دولار حتى العام الفين وخمسين. رقم كبير. رقم كبير برشا ايه. او كنتو ما بشترقاوه بدينا. اه اه اضبوا في التلاثة. وتزيدوا وتتفاجعوا ده وكي زمنها اربع وخمسين خلنا نشي فران. اذي نحكيوا على تونس اه. نحكيوا على تونس. تونس هو تقرير كل سيدير هذي على تونس. فما يعني عندهم برشة. برشة تقارير على كل بلاد. على بعد الدول هذي تقرير اللي هم ت تونس كي ما قلنا خرجته البنك الدولي نهار 29 نوفمبر. يلزمنا كي ما قلنا اه بشت تونس كون عند هالمرونة اللازمة. يزم استثمارات باربع وخمسين مليار دولار حتى الالفين وخمسين. نلقاوه فيهم اه تلاثة وخمسين فاصل سبعة في المياه. قولك از ما جي من القطاع العام. حوالي تسع وعشرين مليار دولار. والبقية خمسة وعشرين مليار دولار. معنا ستة واربعين فاصل كثة في المياه. اذا ما جي من عند القطاع الخاص. الخاص آآ نختم قبل آآ بسؤال نسبة ريان نقبل من مشيو الغريوي كان دي ظل لي آآ ماشيين في السنوات اللي قادمة وانو آآ نحكيه على تمويلات كبيرة بالنسبة لتغيرات المناخية سواء كان على مستوى بوطني ولا حتى دولي ما تعطيك نشوفو الارقام ديجا لشيفر كبار برشة. لشيفر كبار برشة في العالم الكل وفي تونس آآ دي دا ارقام مشتوف تربة خمسين مليار دولار. حتى الارقام اللي آآ خرجت في التقرير ولا في الدراسة اللي عملتها في زارة الفلاحة اللي تم مياه آآ الفين وخمسين أو ديمين سنكونت. نرقاه رقم زادة آآ يفوت آآ سبعين آآ مليار آآ دينار. برشة. آآ ارقام كبيرة يزم برشة فلوس يزم هنا نعملو على الارواح نعملو زادة على التعاون الدولي. اللي في جيب لنا برشة فلوس ننجمو نعملو المشاريع هذي. يزمنا نخدمو اكثر بش دراسات. وحتى جانب التمويل تكون في شكل هبات وزادة تكون قروض ميسرة بيش نجمو نجابهو تغير المناخ. المناخ. خليمشي وتو تسويت الأجري ويكان دا.